نشيد بعمل البعثة المتفاني نحو تحقيق عملية انتقال سلس في دارفور وندين اي اعتداء عليها من اي طرف كان كما نطالب بالمحافظة على مكتسبات البعثة وانجازاتها طوال الاثنة عشر سنة الماضية فنحن مسؤولون عن ذلك ومدعوون لتشجيع ودعم اجراءات السودان لبسط سلطته على كافة اراضي دارفور كما نشدد على همية الاستمرار حتى نهاية الشهر القادم في الانسحاب التدريجي مثل ما تحدد ولاية البعثة ونستذكر قرار مجلس السلم والامن الافريقي بتاريخ 14 يونيو 2019 وهو نظير مجلس الامن وشريكه في يونامد حيث طلب من مجلسنا تمديد ولاية البعثة لاثنى عشر شهرا